هجوم جديد تجهز قوات النظام وميليشياتها بإسناد روسي لشنه على محافظة إدلب فبعد سيطرتها قبل أيام على مدينة خانشيخون الاستراتيجية عاقب قصف مكثف باستخدام الصواريخ الفراغية المدمرة والبراميل المتفجرة وسيطرت تلك القوات مدعومة بميليشيا حزب الله اللبناني ومجموعات إيرانية على بلدات كانت خاضعة للمعارضة المسلحة بريف حماة الشمالي نشر النظام وحلفائه المزيد مما تسمى وحدات النخبة التابعة له إلى جانب فصائل مسلحة موالية لإيران استعدادا لهجوم آخر يستهدف السيطرة على مناطق استراتيجية أخرى على رأسها مدينة معرّة النعمان التي تقع على الطريق الذي يربط دمشق بحلبة ويمر عبر ريف إدلب مصادر محلية أكدت أن قوات النظام سيطرت خلال الساعات الأخيرة على بلدات وقراب ريف إدلب الجنوبي بينها بلدتات تمانع والخوين وذلك تحت غطاء من القصف الجوي المكثف وكالة رويترز نقلت عن مصادر في المعارضة المسلحة أن مئات الجنود من الحرس الجمهوري ومن الفرقة المدرعة الرابعة ومسلحين من ميليشيا حزب الله اللبناني ومن الفصائل الإيرانية انتشروا على خطوط القتال جنوبي إدلب رويترز بيّنت كذلك أن النظام والروز سيعتمدون بشكل أساسي على وحدات النخبة والميليشيا الإيرانية في هذه الحملة كبديل عما تسمى بقوات النمر التي كانت توفر سابقا معظم القوات البرية وفي الوقت الذي يحضر فيه لحرب جديدة على مناطق خفض التصعيد ترتفع بشكل كبير أعداد القتلى المدنيين وأعداد النازحين الفرين من جحيم القصف العنيف الذي يشنه النظام والروز والميليشيات على هذه المناطق فخلال ساعات قليلة مضت سجلت خمس عشرة غارة على بلدتي معرششمة والتح بالريف الجنوبي لإدلب وعشرون غارة استهدفت بلدة التمانعة تناوب النظام وروسيا على تنفيذها غارات أسفر عنها مقتل العشرات من المدنيين جلهم من الأطفال والنساء وإصابة العشرات ونزوح نحو 1500 عائلة إلى مناطق قرب الحدود السورية التركية